الحساب 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 بخضات الأخوات عب مزيدة بلعيد اليوم الوقفة 522 بالتمام والكمال للاحتجاج في شارع بورجيبة لإنهاء ملف شهدين بالعيد والبراهمي للمحاكمة الحقيقية للقتل والجهاز السري لحركة المناطق صحيح هذه الوقفة الدورية من وقت الاقتلال اليوم لم تقصتش لماذا لم تقصتش لأن القضية والملف الاقتلال للشهدين لا تسكرش لأن القضاء كان وما زال يتلعب به من طرف قضاء البحيري الذي منزل نفس الوزارة العدل وعليه بشي يواصلوا رفاق وأصدقاء شكري والبراهمي الحضور كل ربعة والتنديد حتى يقع التعامل مع الملف بأكثر جدية اليوم الاتهامات واضحة الجهاز السري لحركة النهضة وراء الاغتيالات وراشد الغنوشي في الفترة الأخيرة أصدرت في حق بطاقة إداء بالسجن على خلفية هذه القضية صحيح ووقعت البطاقة هذه ووقعت ضده ويبدو أنه وقعت سدعاءه أيضا لفرقة حرصف بالهوينة أما أيضا على القل المعلومة المتوفرة أنه امشاه وشربوه كويس مايه إذا كان مش معها القهوة وأنظر على ورقة وخرج وكما نعرف وزارة العدل ملغمة حتى وزارة الداخلية وأكدوا هذا ما زارت أيضا ملغمة بالغوصات لتعبين حركة النهضة وعلش أنا قلت سابقا حتى القضاء الجالس حاليا في قليل شكري والأول حاجة إبراهمني ما زال عليها نقطة استفاهم كبيرة نحب نوضح النقطة هذه مع ذها الإشاعة أو التسريبات أو من عرشهم بالضبط لقول أنه الغنوجي أحضر في مكتب وشرب قاوة وخرج ولم يقع البحثه بطريقة جدية في ملف الجهاز السري هذا ليس قبل 25 جويل مع الأسف هذا من أيامات قليلة بعد 25 ومنذ أيامات قليلة وهذا نعرفه ومتأكدين كما قلنا ما زالت أيدي النوردي البحيري في وزارة العدل ما زالت أيضا أيدي عيلا عرائل في وزارة الداخلية وعلى هذاك قلنا ونؤكد ونعود نقول ما زال معنا شريقة لا في القضاء ولا في سير القضية اليوم بعد إيقاف راشد الغنوجي وإيديع أبرز حركات أبرز قيادات حركة النهضة سجنة المرنقية هل من المعقول أن تبقى الملفات في رفوف المحاكم ولا يقع البد فيها هو إيقاف المجرم الغنوجي وعصابته هي جاءت من إرادة سياسية لما إرادة سياسية توفرت وقع إيقافهم وهنا مشكورة رئيس الدولة اللي كان صادقه صارم في الموقف لكن أيضا مرة أخرى مجبورين باش نذكر الغواصات اللي يقع اللي عبتوا بملف اللي حاولوا باش يعومه اللي حاولوا باش يرقبوا بملف لسنوات راهم مازالوا نفذين وعلى هذاك قلنا احنا الملف مازال بالرغم من الأدلة والمؤيدات اللي قدمتها هاي الدفاع مازال الملف يروح مكانه على هذاك لا بد مش من معاقبة الغنوشة ومحاسبته بل أصلا الأمنيين والقوضات اللي تلاعبوا بالملف علينا محاسبته هم قبل ما حاسبوا الغنوشة يعني عب مجيد بالعيد نفهم اليوم أنه القضية الأساسية اليوم تطهير الأجهزة من الغواصات التي استعملتها حركة النهضة للتعتيم أو لتعويم قضية اغتيال الشهدين بالعيد والأبرامي صحيح؟ أهم هو روى تنظيف التنظيف هي مهمة كبيرة وكبيرة جدا ملقاة على هرم السلطة نحن يزمن النظف الإدارة التونسية نظف كل الوزارات وانأكد كل الإدارات وكل وزارات وعلى رأسهم وزارة داخلية ووزارة العدل لو يقع تنظيفهم من غواصات المهضة وغواصات اللي عندهم علق أيضا برأس المال الفاسد اللي كانوا مربوطين وهم حركة النهضة لو النظف يقع التنظيف كما يجب كدلك من غواصة نشوف تونس أخرى بوجهة آخر أو نشوف تونس متاعنا الأصلية 522 أسبوع يمر على الاغتيالات السياسية في تونس والسؤال الحارق من اغتال؟ من نفذ؟ من سهل؟ من حما؟ الأياد الغادرة في تونس سؤال مزيل ما تجاوبش عليه لليوم السؤال هو كان نحب أن نركزهم لي عنها الإجابة الإجابة أنه من نف من خطط ونف ومول ونفذ معروف حركة النهضة لكن من تلاعب بالملف العاشرة سنوات هذه كلها من حاول يعوم من حاول يفتت الملف إلى أجزاء هي أيضا هم الغواصات الموجودة إلى يومنا هذا في وزارة الداخلية ووزارة العدل ننفهم هدوم الزوز في خلال أسبوع مع الكفاءة العالية اللي عندنا في القضاء وفي الداخلية في خلال أسبوع أسبوعين نجب تكشف الحقيقة ويحاكم المجرمين شكري دينة حي دونس دونس حرا حرا والإرهاب على بره الشعب يعرف شكري دونس حري يا غرنوشي يا زباح أوف يا أوف يا في دماء الشهداء يا أبرامي يا بن عيد على درب للنحيد يا أبرامي يا بن عيد على درب للنحيد يا أبرامي يا بن عيد على درب للنحيد